طبعاً خلينا أوضح شيء مهم لأنه في ناس عام بتسيء استخدام هذه الآية بقول لك ما في داعي تبشر بكلمة الرب ناس مش عاوزين يسمعوا كلمة الرب وهون يعني خليني أكون واضح جداً المسيح طلب من كل مسيحي من كل مؤمن أنه يذهب إلى العالم أجمع ويكرز بالإنجيل للخليقة كلها والمسيح طلب من كل مؤمن أن يذهب إلى العالم يتلمذ جميع الأمم ويعلموهم ويعمدوهم أيضاً هذه وصية لا تطاع فأنت لو مش عام بتكرز لو مش عام بتطيع كلام يسوع في علامة سؤال كبيرة على حياتك إنه فعلاً هل أنت مؤمن أو غير مؤمن أو خليني أصيغها بكلمات تانية هل أنت مؤمن مملوء من الروح القدس أو مؤمن غير مملوء من الروح القدس طبعاً هون مش إنه ما نقدمش كلمة الله لازم نقدم كلمة الله للجميع على السواء البعض الآخر يعني عهد هذا التعليم للناس اللي بتأخذ العشاء الرباني لا يجوز أنه تعطى كلمة الرب لواحد أو ما بيأخذ العشاء الرباني أو العشاء الرباني لشخص غير معتمد كما كان في تعليم الكنيسة الأولى ولا هي مجرد تمييز أو تصنيف أشخاص عن أشخاص أو أمة عن أمة لأن ليس عند الله محابة فطبعاً إنه مش إنك ما تقدمش كلمة الله لغير المؤمنين لأنه إحنا مدعوون وهذا السبب نكرز عن طريق التلفزيون عن طريق الشاشة أمامك نكرز لكلمة الله ولغير المؤمنين إنه يؤمنوا بالرب يسوع المسيح لكن أن نكون حكماء بتقديم الرسالة ربح النفوس حكيم ولا نتمييز لمعرفة من نعلم أو الأشخاص اللي فعلاً عاوزين يسمعوه وعاوزين يخدو كلمة الله حتى لا تستنفذ الطاقة عبثاً ولا نضوع الوقت سدى لكن كل وقتنا يكون مستثمر لمجد الله والامتداد ملكوت الله اشتركوا في القناة